إذا كان لدى الطالب تأخر نمائي أو صعوبات تعلم أو أي مشكلة أخرى كالمشكلات السلوكية أو تأخر نمائي مثل فرط النشاط ونقص الانتباع عندها يتم تدريس هذا الطالب بطريقة مختلفة أقصد بهذه المعلومة أنه على الأسرة والمعلمين أن يتعاونوا وأن يضعوا هذا التأخر بعين الاعتبار عند تعليم أبنائهم أولا يجب على الأسرة الحصول على معلومات كافية حول مستوى ابنهم أو ابنتهم الحالي اثنين الحصول على طرق واستراتيجيات التعليم المناسبة لابنهم على سبيل مثال بعض الطلبة يفضل أن يتعلم بطريقة بصرية من خلال الصور من خلال المواد الفيديو المرئية أو قد يرغب بالتعلم من خلال الأشياء المحسوسة أو قد يفضل أن يتعلم وهو يرسم مثلا تصل إليه المعلومات وتساعده أن يركز أكثر من خلال الرسم وغيرها من الطرق والاستراتيجيات المنوعة معرفة طبيعة التأخر يساعد المعلم والأسرة على معرفة استراتيجية التعليم المناسبة لكل نوع من أنواع التأخر كمثلا صعوبات التعلم هناك صعوبات متنوعة قد تكون في القراءة في الحساب في التوازن البصر الحركي وغيرها فقبل ما أساعد طفلي أعرف ما هو نوع التأخر الخطوة الثالثة إذن أن أحدد طرق واستراتيجيات التعليم المناسبة التي يتعلم بها ابني هذه الأساسيات الثلاثة جدا هامة لأن الأسرة أو الأب أو الأم ليسوا خبراء صحيح أنهم تعلموا واكتسبوا الخبرة من الممارسة والخطأ واطلعوا على أساليب واستراتيجية التعليم أبنائهم من خلال خبراتهم بأبنائهم لكن قد تنقصهم بعض المعلومات الموجودة لدى المعلمين فمن المهم جدا أن يتم تعاون الأسرة مع المعلمين وأن يوصل المعلمين لأولياء الأمور جميع هذه المعلومات بعدها تحدد المهارات الأساسية في كل درس أو في كل حصة بمعنى أنا اليوم عندي مادة العلوم أو مادة الرياضيات أو إلى آخر ما هي المهارة التي سأعلم ابني فيها في هذه الحصة؟ تقسم هذه المهارات ويتم تجزئتها بطريقة مبسطة حتى تصل إلى الطفل ويكون هناك قائمة بإمكان الطفل يقيم نفسه انتهيت من الجزء الأول الجزء الثاني أو الأسرة في نهاية اليوم الدراسي بعد الانتهاء من المنصات تبطل على أجزاء الدرس الواحد وتضع صح بحيث نتأكد من أن جميع الأجزاء الخاصة توصل إليها الطالب ودخلت المعلومة وفي حالة عدم تعلمه لجميع أجزاء هذه المادة أو الحصة يتم مراجعتها وإعطائه وقت إضافي لها بعض الأطفال قد يحتاجون إلى فترات استراحة يتم تنسيق هذا الشيء مع أولياء الأمور بحيث تقسم فترات كل حصة في المنصة التعليمية بطريقة يتخلى لها فترات الراحة لهذا الطفل من المهم جدا أن أعرف أيضا ماذا يحتاج الطفل أو الطالب في فترة الاستراحة هل يحتاج إلى الاسترخاء أم يحتاج إلى تفريغ طاقته هل يحتاج إلى فترة لعب لمدة دقيقتين ويرجع لي وغيرها وكلها طبعا يجب أن توقت آخر شيء أحب أن أضيفه هو التحفيز المستمر للطالب لأن هؤلاء الطالبة لديهم صعوبات في التعلم قد يحبطون فبالتالي أنا أحتاج أن أضع التحفيز بعين الاعتبار وشجع الطفل من خلال التعزيزة ويجب أن يكون التعزيز ملائم لعمر الطفل ويكون مستمر فإذا كان لدى أحد أبناؤكم سواء كانوا المعلمين أو الأسرة نوع من أنواع التأخر النمائي كصعوبات التعلم فرط النشاط ونقص الانتباه وغيرها هذه الأساسيات جدا مهمة في التعليم لتكامل الصورة التعليمية وهي الحصول على تقييم كامل معرفة مستوى الطفل الحالي معرفة كيف يتعلم استراتيجيات التعليم وتقوم الأسرة بدورها بتجزئة المعلومة والتأكد من وصول المعلومة عند كل مرحلة ترجمة نانسي قنقر